ضرب الحوثيين لسفن تجارية تمر في البحر الأحمر يصيبون بعضا وتغرقوا أخرى وثم تمن ينجو بعد أن استجاب لتحذيرات التحالف الأمريكي لكن في آخر الاستهدفات شملت الحصيلة ثلاثة قتل من العاملين على متن سفينة الهدف فهدد الأمريكيون وتوعدوا بالتصعيد كيف لا وهي المرة الأولى التي تسجل فيها خسائر بشرية جراء ما ينفذ الحوثيون من هجمات فما التفاصيل؟ سريعا ما تبنى الحوثيون استهدف سفينة المضائع السائبة جنوبي غربي عدن وسريعا نفذت القوات الأمريكية والبرطانية غارتين على مطار مدينة الحديدة الذي تسيطر عليه الجماعة لم يكتف الأمريكيون بذلك فقيادتهم المركزية أعلنت قصف مسيرتين جويتين في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن حتى أن واشنطن توعدت الحوثيين بالمزيد وإلى أن يأتي المزيد خرج زعيم جماعة الحوثيين بنفسه ليعلن تنفيذ 96 عملية ضد 61 سفينة وذلك بعد انطلاق عمليات الإسرائيليين في غزة خلال هذا الأسبوع وحده يقول زعيم الحوثيين أن الجماعة نفذت ثماني هجمات أصابت سبع سفن كانت مدرجة على بنك الأهداف لكثيرين يبدو توقيت أعلان الحوثيين لحصيلة عملياتهم تحديا واضحا للأمريكيين وهذا أمر تدركه واشنطن فمتحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال بعد الحادث الأخير أنه لن تتخلى واشنطن عن هدفها بردع ومحاسبة الحوثيين لافتا إلى أن العمليات ضدهم ستكون طويلة الأمد هم الآن يقتلون هذا ما قاله ميلر عن الحوثيين وذكر كذلك استمرار عملياتهم بأنه يهدد التجارة الدولية وسلاسل التوريد يتسق حديثه في هذه الجزئية مع مؤشرات تدل على انخفاض حركة السفن التي تحمل المعادن والحبوب والخامات عبر البحر الأحمر بنسبة 35% قياسا من المستويات المسجلة بداية العام البضائع السائبة الصلبة أو الجافة مصطلح يشمل أي مادة يمكن نقلها من المصنع نفسه أو المنجم أو الحقل أو موقع المنشاء يجتمل هذا النوع من البضائع على العديد من المواد مثل الحبوب بأنواعها المعادن والمواد الكيميائية الجافة مثل الأسمدة وعناصر أخرى كالملح والإسمنت وغيرها الكثير لشحن هذه الأنواع من البضائع تستخدم ناقلات خاصة مثل السفن التجارية الكبيرة المصممة خصيصا لنقل السوائب الصلبة ولا يقتصر نوع الشحن هنا على البحري بل تتوفر أيضا شاحنات خاصة تحمل مستوعبات لنقل هذا النوع من البضائع بالإضافة إلى تخصيص قطارات مزودة بمخازن لنقلها عن طريق البر عملية نقلها ليست معقدة لكنها لا تخل من بعض الصعوبات التي يمكن تجاوزها باتخاذ ما يلزم من تدابير من الصعوبات مثلا تعرض حياة العمال للخطر بالإضافة إلى المخاطر البيئية في حال حصول تسريب وكذا تأكل هيكل الناقلات والأضرار التي تصيبها الحوثيون إذن يصاعدون هجماتهم ضد صفن تجارية في البحر الأحمر ليست جميعها كما يقولون بل تلك المرتبطة بدول تدعم إسرائيل الولايات المتحدة معنية بالأمر بلا شك فالأمريكيون استقبلوا الرسالة وههم يتحركون لدفع خطر لن تنحصر تبعاته في البحر الأحمر فقط بل ستطالوا كثيرين من ضمنهم تجارة الأمريكيين فما صحة ذلك لم ينكر الأمريكيون أن تجارتهم البحرية في خطر جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هذا هو جون كيربي متحدث البيت الأبيض وهو يحذر في يناير من العام الحالي من احتمال أن يؤثر ارتفاع تكاليف الشحن على الاقتصاد الأمريكي بفعل تحويل مسار السفن من البحر الأحمر لتجنب الحوثيين لكن على ما كل هذا الخوف يسأل كثيرون فالاتحاد الوطني الأمريكي للبيع بالتجزئة أشار إلى أن 12% فقط من البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة تمر عبر قناة سويس النسبة قليلة بلا شك لكن الخبراء يؤكدون أن الوضع في البحر الأحمر يجلب التقلبات ويرسخ حالة عدم اليقين في الأسواق ما يؤثر على استقرار سلاسل التوريد العالمية ومن ضمنه الأمريكية هنا سأستعرض لكم ما أورده تقرير حديث لـ Global Port Tracker ذكر هذا التقرير أن أحجام البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة ستتباطئ تدريجياً في الربع الأول من العام الحالي ليس لشيء إلا بسبب ما يعرف بهدوء الشتاء تسمية مرتبطة بتتالي الإجازات السنوية هناك بعدها أي في أربع الثاني من العام الحالي ستنشط الحركة التجارية الأمريكية في فترة الربيع لكن في هذا العام ومع وجود تهديدات البحر الأحمر فأن التوقعات تتحدث عن مخاوف لدى الشركات والمستهلكين الأمريكيين مخاوف من تأخر تسليم البضائع الواردة للبلاد بسبب ما يحدث من اضطرابات في سلاسل التوريد ما ينعكس حتماً على ارتفاع الأسعار بالعموم هجمات البحر الأحمر ستطال البضائع الواردة لموانئ ساحل الشرقي الأمريكي وفق التقارير كما نرى هنا ونعني هنا البضائع الآتية من آسيا عبر المحيط الهندي وعبر قناة بانما هنا يظهر حل بالاعتماد على الساحل الغربي لاستقبال البضائع من هنا لكنه حل مكلف نسبياً لأن نقلها براً للولايات الشرقية سيكلف الكثير على رغم مما أسلفت لكم من تهديدات تظهر الأرقام التي تغطيها Global Port Tracker أن الموانئ الأمريكية تعاملت مع ملايين الحاويات خلال شهر ديسمبر وحده بزيادة 8.3% على أساس سنوي هذا في ديسمبر أي في ذروة الهجمات التي نفذها الحطيون ضد صفن انتجارية قصدت البحر الأحمر حتى أن التوقعات تتحدث عن نصف أول قوي من عام 2024 فيما يتعلق بواردات الأمريكيين والتي تشير لزيادة محتملة بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 بشيء مع ملايكيين عبر سكايب من واشنطن ينضم إلي سيد برينت سادلور كبير الباحثين في مؤسسة هاريترج لدراسات والمسؤول السابق في البنتاجون أهلا بك وأيضا عبر الأقمار الصناعية من باريس ينضم إلي سيد ميشيل فياض الخبير في الاقتصاد الدولي أهلا بكما سيد برينت أبدأ معك نحن أمام تصعيد حوثي هو يعني الأعلى أو الأكبر إذا صح الوصف طبعا بعد حادثة كونفيدنس أو شاحنة ترو كونفيدنس التي أدت إلى بقتل ثلاثة أشخاص ما المتوقع بعد هذه الحادثة؟ هل سيكتفي الأمريكيون والبريطانيون بضرب مواقع محددة داخل الحديدة تحديدا في اليمن أو قصف مواقع حوثية هناك أم الرد سيكون مختلفا أو أبعد من ذلك لنقل وماذا يمكن أن يكون؟ شكرا على الاستضافة بداية علي أن أقول أنه ليس تصعيدا بحد ذاته فالحوثيون يهاجمون السفن المرة في مضيق باب المندب منذ أشهر وكان هناك هذا الاحتمال الكبير أن يصيبوا مرة من المرات من ناحيتهم ويستفيدوا ويتسببوا بالإصابات وحتى الآن برعاية إلهية لم نرى إصابات قبل هذه الإصابات والهجمات التي رأيناها الآن ما سيأتي بعد ذلك برأيي هو استمرار للضربات الأمريكية والبريطانية وأي أعضاء آخرين في التكتل الذين انضموا الآن من أجل محاولة وقف هذه الهجمات الأتية من اليمن من الحوثيين سيد ميشيل أهلا بك من جديد إذن التدعيات الاقتصادية تتصاعد لما يحدث في البحر الأحمر مثلا قناة السويس تراجعت وارداتها بخمسين في المئة أي أزمة اقتصادية يخفيها توتر البحر الأحمر ولم تظهر معالمها بعد؟ إن الأزمة الاقتصادية يمكنها أن تتطور بشكل كبير لأننا نعرف أن 40% من التبادلات بين أوروبا وآسيا تمر من عبر البحر الأحمر إذن سيكون هناك أثر اقتصادي أولا لا يمكن تجاهله على هذه التبادلات بين أوروبا وآسيا وبدنا نرى ذلك على مستوى سعر التكلفة بالشحن البحري اليوم مع المرور من البحر الأحمر إذن هناك زيادة بأربعة أضعاف على هذه التكلفة اليوم وهناك تضخم يلوح في الأفق على هذه الأسعار اليوم التي هي تؤثر على الطلب والعرض بين أوروبا والصين والعكس صحيح إذن هذا يؤثر بالأثار السلبية جدا إيطاليا مثلا سبق وأعلنت على أنها في أزمة عميقة بسبب هذه الأزمة وهذه التوترات في البحر الأحمر وذلك بحد ذاته قد يتأزم بشكل إضافي وأنا لا أرى مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أنها ستدخل في حارب ضد الحوثيين لأن الحوثيين لديهم وسائل ضغط أكبر من هذين البلدين مثلا قطع الكابلات للإنترنت تحت البحر الأحمر وثم هناك أيضا وحدة الصف مع حزب الله عيش الشعب وغيرهما من الفصائل وهذا يعني أن ربما إيران يمكنها أن تعرق الأمور في الخليج في حال لازم الأمر إذن قد نشهد أزمة اقتصادية عالمية أكثر كارثية حتى بالمقارنة بحارب أوكرانيا وأزمة كورونا سيد برينت بلا شك أن الولايات المتحدة تحاول أن تضبط إيقاع هذه المواجهة أي أن تتفادى أن تتوسع هذه المواجهة تتفادى التصعيد كي لا تتحول التداعيات إلى تداعيات كارثية أو على سكيل أوسع أو على نطاق أوسع لكن في المقابل الهجمات الحوثية لا تتوقف بل هي تتطور بالتالي هل نتوقع أن تتابع أو تواصل الولايات المتحدة استراتيجيتها نفسها في الأشهر المقبلة سيما مع الأخباعين الاعتبار أنه مع الوقت تتكشف تباعات اقتصادية أكبر ولهذا سيكون لهذا ربما الكلمة الفصل في المستقبل كلا أبدا أعتقد لسوء الحظ أن هذه الإدارة والبيت الأبيض سوف يستمرون بهذه الستراتيجية التي تعتمد فقط على ردود الفعل والتي لم تتقضي أو تسيطر على هذه الأعمال العدائية في البحر الأحمر ما هو مطلوب من أجل إيقاف هذه الهجمات الحوثية هو أن نستمر بمهاجمة قدراتهم وصواريخهم ومسياراتهم ومراكبهم الصغيرة التي يستخدمونها لإطلاق هذه الهجمات أسألك عن تحديدا تباعات الاقتصادية على الولايات المتحدة لأن كما ذكرت قبل قليل هذه التباعات يمكن أن تبدل طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع هذا الملف قبل قليل استعرضنا التداعيات هذه في تقريرنا وخلص التقرير إلى أن هذه التباعات حتى الآن ليست كبيرة أو ليست كارثية على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأمريكي قادر على أن يتعامل مع التداعيات الأولية لتضرر سلاسل التوريد نتيجة التصعيد في البحر الأحمر هل توافق على هذه التقارير؟ ولأي مدى تعتقد أن الولايات المتحدة أو الاقتصاد الولايات المتحدة مهدد بفعل هذا التوتر؟ أظن أن أوروبا هي من يشعر بهذه الأزمة الاقتصادية بالشكل الأكبر مع ما يجري في البحر الأحمر بالشكل الأكبر بالمقارنة بين الولايات المتحدة الولايات المتحدة هي الآن تلوظ بأمرها أكثر من أوروبا واليوم الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب الانتخابات هناك كل هذا اللوبي للتسليح الإضافي وهذا أمر حاسم في الحملات الانتخابية واليوم هذا اللوبي لا يدين ما يجري في البحر الأحمر لأن هناك هذا الخوف اليوم من إيران بالمجمل ومن الحوثي على وجه الخصوص هذا أيضا سيدفع الدول العربية الخالجية أن تشتري المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما سيزيد الأرباع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعجب الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف وهذا سيدعم الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يدفع الأمريكيين وبايدن على المحافظة على نفس السياسة سياسة الوضع الراهن مع الأخذ بالحسبان بالحوثي ولكن بهذه الضربات المحددة في هذا النزاع لأنهم يعرفون أنهم في حال دخلوا في أي نزاع أو صراع هذا الصراع سيكون معمما وليس هناك أي نية اليوم لأتدخل إلى هذا الشأن